بسم الله الرحمن الرحيم الطلاب الأعزاء في مقرر Prince Wells of Engineering Design نستكمل مع شابتر 13 Introduction to Gears وهنا نتكلم على Pressure Angle أو زوية الضغط Pressure Angle بتعرف على أنه هي The Angle between the common normal to the two gear teeth at the point of contact and the common tangent At the pitch point it's usually denoted by Phi The Standard Pressure Angle الستاندر بتاعنا بيحتوي على 14.5 degrees و20 أو 20 degrees Pressure Angle تعالى نوضح الكلام ده هي عبارة عن إيه الزاوية المحصورة مبين المماث للtwo pitch circles ده ده اللي هو التانجنت أو الكومان تانجنت للtwo pitch circle diameters للtwo gears اللي في حالة engagement مع بعضه هنلاحظ هنا أنه السنة أو الكونتكت اللي بيحصل هنا ما بين السنة والسنة طبعا بيحصل كونتكت وبعد كده بتسيب ويحصل كونتكت مع نقطة جديدة بداية من هنا إلى هنا كل ده بيقع على خط اللي هو الخط الأصفر ده اللي بنسميه Pressure Line يبقى الزاوية هنا بتبقى محصورة ما بين مع الخط ده اللي احنا بنسميه Pressure Line والزاوية دي بنروز لها برزاوية Phi هي دي Pressure Angle طبعا طبقا للستاندرد بيبقى موجود عندي قيم ثابتة لها والأفضل في حالة التروس إن هي بتنتج بشكل نمطي عشان طبعا يوفر من التكلفة بتاعة الإنتاج بتاعها Veloster Ratio ودي آخر حاجة هنتكلم عنها هي نسبة السرعة أو نسبة نقل السرعة بالطبع من عمود إلى آخر بيبقى في عندي ترس بقطر معين بيديل ترس آخر بقطر مختلف وهنا نفس الكلام من قطر إلى قطر وهكذا طيب قيمة السرعة بتحدد إزاي؟ N2 اللي هي سرعة العمود المنقاض نسبة إلى سرعة العمود القائد بتساوي D1 على D2 قطر الترس القائد على قطر الترس المنقاض بتساوي عدد الأسنان للترس القائد على عدد الأسنان للترس المنقاض هنلاحظ هنا N2 على N1 مع D1 على D2 في حالة تناسب عكسي أما في حالة T1 والT2 مع D1 والD2 هنلاحظ هنا إنه في تناسب ترضي معاهم وبكده نكون أنهينا شابتر 13 اللي هو ونلقاكم في شابتر جديد في الدرس القادم إن شاء الله